السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله في برنامجكم إنه محمد صلى الله عليه وسلم الجزء الثاني في العام الماضي تحدثنا عن سيرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من البدء إلى عند الإسراء والمعراج طبعا قبل ما نبدأ في كل حاجة نقول لكم رمضان مبارك وكل عام وأنتم بخير ما عليش لأنه كنا متحمسين ونكمل سيرة الرسول فما أهنأناكم بالشهر كل عام وأنتم بخير في العام الماضي توقفنا عند الإسراء والمعراج واللي بغير يرجع للحلقات يرجع لها على منصات وسائل التواصل في قناة اقرأ ربي بارك في هذه القناة الوصلنا في السنة الحادية عشر من البعثة عند الإسراء والمعراج قبلها الرسول صلى الله عليه وسلم في تلك السنة تزوج عائشة رضي الله عنها تزوج عائشة رضي الله عنها في تلك السنة وهي ابنة ست سنين ودخل بها في المدينة وهي ابنة تسع سنين طبعا في ناس يستغربوا كيف صار كده وكيف ست سنين وكيف هذه الأمور كلها هذه كلها ترجعوا لها في السيرة لأنه السنين مختلفة والأعمار مختلفة وتحدثنا عن ذلك في الحلقات الماضية ارجعوا لها اللي يبغي يشوفها الأسباب اللي فيها الإسراء والمعراج بعد ما رجع رسول صلى الله عليه وسلم قلني احنا من الطائف وكان حزين بعد وفاة عمه وفاة زوجة خديجة رضي الله عنها فهنا يعني إكراما من الله سبحانه وتعالى وتطييبا لنفسه تمت اللي هي معجزة الإسراء والمعراج فأسري بالرسول صلى الله عليه وسلم بجسده يعني طبعا على صح الأقوال من المسجد الحرام من مكة إلى المسجد الأقصى ثم إلى الهبيت المقدس ثم إلى السماء طبعا كان راكب على البراق وتحدثنا في آخر حلقاتنا في الجزء الأول عن البراق وكيف هو فنزل هناك وصلى بالأنبياء إماما وربط البراق بحلقة باب المسجد ثم بعد ذلك عرج به في تلك الليلة من بيت المقدس إلى السماء الدنيا هنقول كده تلخيص سريع في السماء الأولى شاف من سيدنا آدم أبو البشر وفي السماء الثانية استفتح له جبرين عليه السلام فرأى فيها يحيا ابن زكريا وعيسى عليهم السلام ابن مريم في السماء الثالثة رأى فيها سيدنا يوسف عليه السلام وعرج به للسماء الرابعة رأى إدريس عليه السلام وفي السماء الخامسة رأى هارون ابن عمران وفي السماء السادسة لقي موسى بن عمران حتى تحدثنا أنه كيف سيدنا موسى عليه السلام بكى وقال أبكي لأن نبيا بعث من بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر من أمتي وبعد ذلك في السماء السابعة رأى سيدنا إبراهيم عليه السلام ثم رفع إلى سدرة المنتهى فإذا نبقها مثل قلال هجر نبقها السدرة عارفين أنتم شجرة السدر اللي هي شجرة النبق هذه التمر فيها كبير جدا جدا وورقها كبيرة جدا وسار عليها فراء فراش من نور والوان فتغيرت فما في أحد من خلق الله يستطيع أن يصفها من حسنها ورفع له البيت المأمور ورأى أنه في كل يوم يدخل إلى البيت المأمور سبعون ألف ملك لا يعودون إليه أبدا وأدخل الجنة فإذا بها حبائل اللؤلؤ وإذا ترابها المسك وعرج به حتى ظهر إلى أعلى شيء يستمع فيه صريف الأقلام يسمع صوت الأقلام اللي بتكتب الأعمال وعرج به إلى الجبار جل جلاله سبحانه وتعالى فدنا منه حتى كان قابق أو سين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى وفرض عليه خمسين صلاة طبعا نحن بنلخص هذا كله بنقول لكم هو على السريع لأنه قلنا في حلقاتنا في الحلقة الأخيرة طبعا جاءت في بعض الطرق أن هنا أيضا شق صدر الرسول صلى الله عليه وسلم مرة ثانية وإحنا نعرف أنه في المرة الأولى لما كان صغير فشق فيه وغسل صدره بماء زمزم ورأى الربي صلى الله عليه وسلم هنا أمور عديدة فيها ارجعوا لكتب السيرة حرض عليه اللبن والخمر والماء اختار اللبن فقيل هديت الفطرة أو أصبت الفطرة أما أنك لو أخذت الخمر غوة أمتك طيب توقفنا في العام الماضي أنه وهو راجع رسول صلى الله عليه وسلم إيش الأمور اللي حصلت رأى عير من أهل مكة طبعا أنتوا عارفين البراق البراق هو أنه قلنا إحنا حافره ينتهي حيث انتهى به طرفه يعني إيه دا الكلام يعني لما يجي النظر اللي ينظر لها هنا فهو يقفز بسرعة البراق فالقفزاته حتكون عالية فهنا سبحان الله عظيم رسول صلى الله عليه وسلم رأى قافلة من أهل مكة هذه القافلة كان شرد بعير لهم فهم ما بيدوروا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه أعلى منهم فشاف مكانه فناداهم من أعلى ودلهم على مكانه لأنه الخطام حق البعير يعني علق ببعض الأشواك فدلهم على مكانه ونزل كانهم حطين ماء فنزل وشرب من الماء ورأى بداية القافلة جمل أبيض مزينين وحارفين أنتوا أن القوافل كلها الجمل اللي يكون في البداية يزينوا حيث أن هذه تبانينا قافلة رجع الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مكة وأخبرهم بالخبر طبعا هذه كلها كانت دليل على صدق دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم لما رجع أخبرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بما رأى فبدأوا الناس يتحدثوا ويقول لي يكذب ويقول لأ فسبحان الله العظيم قالوا ليش هلها يعني إحنا نقطع المسافة في شهر من مكة لبيت المقدس أنت حتقول في ليلة قطعتها ما يجي هذا فقل لهم العلامات اللي هو شافها الرسول صلى الله عليه وسلم قل لهم أنه في جمل شرد ليهم وبداية القافلة حتصل بعد ثلاث حتوصل القافلة وحيكون بدايتها جمل أبيض وحيكون يقولوا أنه في موية أنه نقصت من عندهم طبعا هذه كلها يعني قاعدوا مصدقين حتى أنه بعض المؤمنين بدأوا يخاء يعني يتشككوا فجيئ إلى أبو بكر وقال له ما تعرف الصاحبك قال فقال إيش قال فقال يقول أنه أسري به إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء فقال أبو بكر أوقال ذلك قالوا نعم قالوا أصدقه قالوا كيف تصدقه قال أصدقه الخبر يأتي من السماء في لحظة ولا أصدقه في ليلة فجاء أبو بكر الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله أنا قد زرت بيت المقدس فصفه لي طبعا لحد يجي يقول أنه والله أبو بكر هيحاب الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه إحنا تعودنا من الحلقات السابقة أنه العرب تعتبر الكذب مسبة وعار فما حد يقدر يكذب حتى لو كان صاحبه فقال له صف لبيت المقدس الرسول صلى الله عليه وسلم ما خلى باله ولا شاف يعني ركز على البيت المقدس مظبوط فهنا رفع له جبريل بيت المقدس فصار يعني كأنه شايف قدامه تخيلوا كده أنتوا قاعدين وشايف قدامك كل شيء فصار يصف له والرسول صلى الله عليه وسلم يصف وأبو بكر يقول له صدقت يصف له ويقول صدقت لذلك سمي بأيه بالصديق أبو بكر الصديق هذه كانت من العلامات المعجزات اللي كانت للرسول صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج ننتقل بعد كده إلى نقطة ثانية وهي بيعة العقبة الأولى طيب نبغى نشوف كيف إصار نعرف إحنا أنه بعد ما رجع الرسول صلى الله عليه وسلم من الطائف وبعد الإسراء والمعراج ما حد أسلم ما حد كان مسلم واشتد الأذى فصار الرسول صلى الله عليه وسلم يجي في الحج ويعرض نفسه على القبائل ويعرض نفسه يبغى يدور على مكان يدعو فيه لأنه مكة خلاص ما عد يقدر ينشر فيها دعوة وهو مبلغ عن الله سبحانه وتعالى ما عد يقدر ينشر فصار يتعرض للناس في الحج في ناس قبله كلامه سمعه بس كانوا يشترطوا أنه يكون لهم الملك من بعده طبعا رفض الرسول صلى الله عليه وسلم كلم الملك لله في قبيلة أخرى بني شيبان قالت له إحنا مستعدين نكون معاك بس ما تحارب فارس طيب لو أي أحد يقول طيب يقول يلا خلي الدعوة تنتشر بعدين أن نتكلم عن فارس الرسول صلى الله عليه وسلم كان واضح جدا في تعامل وفي دعوته إلى أن وصل إلى مجموعة من الأوس والخزرج اللي هي تسمى بيعة العقبة الأولى بيعة العقبة الأولى ما هي الرسول صلى الله عليه وسلم جاء ينتقل لنا استعرف إحنا عندنا الآن مثلا مجموعة حجاج جنوب شرق آسيا مجموعة حجاج الدول العربية كل مجموعة حجاج لها مكان كانوا كده الحجاج كل قبيلة لها مكان فالرسول صلى الله عليه وسلم جاء وكان في مجموعة ستة من الصحابة من الأوس والخزرج كانوا قاعدين فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم وقال لهم أنتوا من فين فقالوا له الأوس والخزرج أو قالوا له من الخزرج عادة العرب تسمي الأوس والخزرج من هم الأوس والخزرج طبعا أنا قاعدة بقول الأوس والخزرج من هم هم قبيلتين في المدينة هم العاشين في المدينة هناك طبعا قبيلتين وكذلك ما نعرف كل قبيلة فيها عوائل وفيها فخض وفيها عادي مجموعة كبيرة موجودة في المدينة بس لأن الخزرج أكبر فيطلق عليهم كلهم يعني معنويا الخزرج فقالوا لهم من الخزرج فقال لهم أنا أكلمكم قالوا لنسبة فبدأ يحدثهم ويقول لهم عن الدين ويعرض ليهم الإسلام ويعرض ليهم الدين هنا فيه شيء غريب حصل اليهود كانوا عايشين في المدينة واليهود عندهم في كتابهم في صفة الرسول صلى الله عليه وسلم عندهم موصوف بصفته ارجعوا لحلقاتنا لمن الرسول صلى الله عليه وسلم راح لمكان صغير ورح بتجارة للشام مع عمه وشاف الراهب بحيرة اليهود عندهم صفة الرسول صلى الله عليه وسلم في الكتاب فكانوا يقولوا دائما للأوس والخزرج أطل الآن زمان نبي سنتبعه ونقتلكم قتل عاد وإرم طبعا هذا الكلام كان يقولهم الخزرج نظروا البعض وقالوا هذا النبي اللي قالت لنا عليه اليهود خلينا نتبعه إن شاء الله في الحلقة التالية بإذن الله الرحمن الرحيم هنتحدث عن كيفية إسلامهم وكيفية انتشار الدعوة في المدينة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته